بعد تشكيل الحكومة نطروا الناس أنه يرتاح البلد وتظبط الأمور ولكن بدل ما يوقف الهدر يبدو أنه لازم ندفع ضرائب زيادة شو القصة وشو رح يصير نشوف سوا بهالتقرير ضرائب جديدة عنوان المرحل المقبل على المواطنين بما يتعلق بحياتهم الاقتصادية فبعد سنوات من ألا موازنة إقرار موازنة لـ 2017 رح يتضمن إقرار الإجراءات الضربية التالية تحت مسمى رفع الإرادات أولا رفع معدل الضريب على الإيمة المضافة إلى 11% ورفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة حسب النوع وفرض رسوم على المسافرين بطريقة البر بإيمة 5000 ليرة لبنينية ورفع رسم السفر عبر الجو كما فرض رسم استهلاك على السيراد المزود بمعدل 4% وإضافة رسوم سائر متعددة ورفع سعر بعض الرسوم على الطابع المالي مثل رفع الرسم على سجل العدل من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة لبنينية ومن 100 إلى 250 ليرة لبنينية على فواتير الاتصال التجارية ومضاعفة الرسوم التي يطلبها كتاب العدل من المواطنين لأتمام أوراق لصالح الخزينة قبل ما يطلعوا الدرائب قبل ما يحكوا بعد ما حكوا فيها كل السوفر باركتات غلت غلت عشرين وخمسة وعشرين بالمية خربان بيوت يعني هيك عمقول له اللبناني إرحل بالعربي البسيط إرحل كارثة يزيدوا على النواب والوزراء مش علينا مش علينا لأن إحنا معاشاتنا عاليلة الواحد بالمية بيعطوه بجيبون عادة متل عادة ما عاي تغير شي يعني تردى لا يبعدينها إيه لش لا ما معروفة الحكومة مش هتنغرعها الشعب بدنا أن الدولة تحصل اللي قالها يمكن كافي لحتى تغتل الكسر هلأ ما معنا نشتري وزارة فعوة أكتر المواطن الغاضب على سلسلة القرارات اللي قد تبصر النور قريبا رح يكون عرض لرفع ضرائب كبير أيضا بأكتر من شئ عقارة ما من شأنه ترك أثر على هالقطاع يلي أساسا بيمر بمرحلة صعبة وأكتر من هيك وبحل حاول المواطن أطع ورقة ينصيب ليهرب من هالواقع فالجيزة رح يخصص جزء منها للخزينة من هالأورايح بحيث رح يتم تحديد رسم نسبة على جوائز الحظ ببلد غير محظوظ مديا حتى اللحظة بها الفقرة منستضيف الخبير الاقتصادي والمالي دكتور غازي وزن أهلا وسهلا فيك وأيضا البروفيسور جاسم عجيقة الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أهلا وسهلا فيك ببلش معك دكتور عجيقة بنا مبسط للناس أي شو رح يدفعوا ضرائب زيادة يعني مبسط لهم أنه قديش هالضريبة عم بتمثهم بحياتهم اليومية يعني اللي فينا نقوله أنه تقريبا كل شيء من حياتهم البسيطة اليومية رح ينطال رح ينطال بشقان أو بطريقتين مباشرة وغير مباشرة مباشرة عبر الزيادات اللي محطوطين مثل ما تذكر بالرابورتاج في بعض المعاملات رح ينزيد علي رسوم وإلى ما هنالك في مثلا مثل المشروبات الروحية كله بدون ينزيد علي بشكل مباشر بس في عندي كمان الشكل الغير مباشر المزوط كمان المزوط عليه أربعة بالمية بعتقد أنا أنه الشكل الغير مباشر هو الأخطر اللي هو عبر الـ TVA لأنه المشكلة أنه رح نزيد كمان هذه على المحروقات ولو كان بسيط الزيادة رح تزيد على المحروقات بس المحروقات بما أنه مستخدمة بكل القطاعات هذه بيسموه شوي صغيري تضخم ضمن أمبليسيت يعني بتتمدد بقلب الاقتصاد ورح نشهد غلب الأسعار تقريبا بكل القطاعات بكل المجالات إن كان مبرر ولا غير مبرر اقتصاديا ولكن فعليا يعني إذا بنا نتوقف عند الويسكي شفنا طرحوا الصوت الأصحاب المؤسسات السياحية وأكيد معهم حق يعني منا بس لا استهلك شخصي هي لا استهلك سياحي الويسكي بحد ذات أنه تضعف الضريبة عليها بهذا الشكل خمس مرات يعني شو بتوقفون هل بأصدق كمان بطريقة مباشرة وغير مباشرة هيك ضريبة بتأثر على القطاع السياحية أكيد أكيد بدأ تأثر لأنه الويسكي بنقل وفي محروقات وبالتالي المحروقات كمان رح تنعكس على الأسعار يعني نحكي على سبيل المثال في هذه الهاتف بس تقريبا كل شيء كل شيء رح ينطل فيه المواطن بالوقت اللي كانوا نطرين الناس دكتور يعني بطاقة صحية نطرين دوان شيخوخة نطرين نطرين سلسل ترتب برواتب اليوم شو يعني ونطرين موازنة لحتى قلنا بالموازنة بيتضبضب الإنفاق شوي ببطل في فالفلشة هاي دي اجت الموازنة حتى كأنه نقول يعني لو بلاها أحسن اذا فيها الأدى الضرايب شو رأيك الأول شيء نقطة إيجابية ذكرتها أنه أهم شيء اليوم أنه الحكومة عب تدرس وعب تناقش موازنة ومنتوقع على أنه من خلال أسبوعين أو ثلاثة حتى أقل أنه عند تقرر الحكومة هذه الموازنة وبعدها شو ما صيره بمجلس النواب منشوف ها أو إيجابية وإيجابية التانية كمان مناخدها بعين الاعتبار أنه هذه الموازنة تتضمن تتضمن سلسلة الرتب والرواتب أنه بالنهاية الأمر في عندك تقريبا بين متقاعدين وهي اللي بيشتغلوا بالكتاع العام أكثر من 245 ألف موظف يشتغلون على متقاعدين منتظرين هذه السلسلة منذ سنوات هل برعيك رحي تقرز زيادة ضربية مع سلسلة ترتابة؟ يعني هيدا النقطة التانية شي اسمه الإيجابية النقطة التالتة يلي فينا نقول عنه أنه سلبية بالموضوع هي أنه تتضمن إجراءات درائبية متعددة في عندك 27 إجراءات درائبية وهذه الإجراءات الدرائبية بنا ناخد بعين الاعتبار شغلة أساسية واحد بدي أولا أنه هذه الإجراءات الدرائبية من وضعت مبارحة هذه الإجراءات الدرائبية بلش البحث فيها في عام 2012 يعني وضع الاقتصادي في عام 2012 كان بعده شوي بلش يتراجع لأنه في عام 2010 كان وضع الاقتصادي في لبنان جيد كان نموعة بتحكي بـ 8% وكان وضع المؤسسات منية بلش يتراجع من 2011 مع بدء الأزمة السورية و2012 بلش يبحثوا هن هذه الإجراءات الدرائبية الإجراءات الدرائبية خصصت ونقشت ودرست في عام 2012 و2014 في عام 2017 عندما جميع المؤشرات الاقتصادية تراجع بشكل كبير جداً حطوها يعني ما أخذوا معين الاعتبار أنه نحن اليوم نمو عبتحكي أقل من 1% يعني سعنوا ما في رؤية استراتيجية مش أنه ما أخذوا معين الاعتبار ما في خط ما أخذوا معين الاعتبار راجعوا للمؤشرات الاقتصادية لغالبيت الكتاعات الاقتصادية وبنفس الوقت على أنه الأوضاع الاجتماعية للناس بها الأربع خمسة سنين تردد بشكل كبير جداً ومدخيلهم تراجع بكبير جداً وبنفس الوقت أنه انعكست كمان اللي كان يجيون تحويلات من بره كمان بالتراجع اللي صار بالمرة ما أخذوا معين الاعتبار حطوها هي زيتا درستناها حطينيها ملزوقة بالسلسلة هاي دي المشكلة الرئيسية يعني من هون أنه اليوم بلشت كوة سياسية بالمناقشة مثلاً بير حابيقولوا منخل السلسلة أو منفصلها يعني إذا فصلوا السلسلة بيطيروا السلسلة والدرائب بيخلوا موازنة نضيفة فاضية بس الخوف كمان من أنه يخلوا الدرائب وما يقروا سلسلة ما فيه خوف من هاي مستبعد من القصة لأنه اليوم عم نلاحظ أنه كل الكوة السياسية ما حدا منه بجي تحمل مسؤولية على مثلاً إذا منحكي على تي بي آ تي بي آ مثل ما قالت بس عم نرفعها من 10 إلى 11 لو ارتفعت 1% تبعاتها كتير كبيرة لأنه بالتقرير في أحد الأشخاص آلة بشكل كتير جد بعد ما طلعت رفعوها بصلاة المحلات كلها بتغلى 10 و 15% به هالموضوع من هون أنه ما حدا من الكوة السياسية اليوم قادر يحملها عبواب انتخابات كم عبواب انتخابات وقصة حكومة ممنعه في كم شهر لإلها نعم شو رأيك تكترع الشيء؟ أنا اللي بعتقده أنه في عندهم مشكلة أساسية بهذه الموازنة قبل ما أقولي اللي بدي أقوله إذا بتسمحيلي بين إقرار الموازنة وعدم إقرارها أنا بحالتها الحالية يعني إقرارها بحالتها الحالية وعدم إقرارها وبفضل إقرارها لأنه مثل ما تفضلت وحكيتي على القليلة منعرف حالنا أنه مش سيصير فينا مثل ما صار بين 2005 وال2017 ندوبة للدان العام تبعولنا واسطة اعتمادات من خارج الموازنة خلينا مثل ما أقوله هاي الشغلة أساسية ومهمة ولكن الموازنة عند عطل أساسي عادة الموازنة فيه نوعين فيه الموازنة بالبنود والموازنة بالأهديف الموازنة بالأهديف بتكون هذه جاي من وراء خطة اقتصادية وضعتها الحكومة وبالتالي بتترجمة وزارة الملية هذا اللي مش موجود حاليا هذا اللي مش موجود عم يعملوا موازنة بالبنود يعني عم يلقطوا مشروع سنة الماضي بغير فيه بند أو بندين أو ثلاثة أو أربعة اللي هن المعنية يعني بلبس طوب على غير هذا اللي عم بيصير وبالتالي نتفهم أنه الموازنة اللي هي أنا بوجه تحية لوزارة الملية وللمدير العام هناك ولما عيلي الوزير أنه الرادي عم يطلعوا بمشروع موازني ولكن الخيارات لازم يكونوا خيارات سياسية للحكومة خيارات سياسية اقتصادية واضحة وهذا اليوم للأسف هو مفقود وأنا بعتقد شخصيا أنه فيه تخوف على السلسلة أكيد مثل ما تفضلوا حكي الدكتور وزني يسحبوها فيه شي خوف البعض يطرح مخاوف أنه تطير السلسلة وتركب الدرائب بالموازنة بدأ تبقى الدرائب لأنه ما فيه عندك حال تاني ست غادة إذا بتسمحي لي اليوم هني عم بيقولوا بقلب المشروع عندهم عجز 5.2 مليار دولار عجز موازني طيب السلسلة كمان بحسب المشروع هي 1200 مليار ليرة يعني معناها طب يطلعوا شي 800 مليون إذا إمنها 800 مليون من 5.2 بيضل اللي عجز 4.4 كيف بدون يعملوا هذا؟ يعني حالتك من اللي عم بيشككوا كخبير إنه فيه يعني مقصودة وكأنه إنه من حتى الدرائب من عرق الإكرار الموازنة بسبب هيد الدرائب وكأنه هيك عم تنطبخ الطبخ هني بس قدم وزير المالية الموازنة قدمها باثنين سيناريو سيناريو واحد تتضمن السلسلة يعني يلي 200-122 مليار ليرة يلي بتأدي العجز 5.2 مليار دولار أو 9.5 بالمية من الناتج المحلي والسيناريو الثاني بدون السلسلة بس مع إجراءات الدرائبية يلي بتأدي إلى خفض العجز من 5.2 إلى 4 مليار يعني تقريبا 8% أو 7.5% من الناتج المحلي قدم هالتنين سيناريو بالموضوع وهون بس الاثنين موجودين الدرائب فيها أنا من الأشخاص يلي بشوف على أنه يفترض على الحكومة أنه عدم إخراج السلسلة فصل السلسلة من الموازنة هني قانونياً عاي بروحوا من مبدأ أنه في مشروع قانون للسلسلة موجود مدس النويب بتقدم بتشميل الأول 2014 أنا بروح من مبدأ شمولية الموازنة شمولية الموازنة يعني بالإنفاق وبالإرادات خلوها جوها حتى المواصلين تبع الكتاع العام ما يطلعوا برات السلسلة يعني أنا خايف أنه يطلعوا المواصلين تبع الكتاع العام رح نكفي معك بعد الفاصل الإعلاني كمان رح يكون عنا وقفة بموضوع النازحين نمرأ على هذا الموضوع لسيما وأنه في وزارة جديدة للنازحين فاصل ومنتابع